اهلا بكم في قناتي يويو مكدي هاندي ميد وحشتوني جدا جدا بقي لي فترة مؤصرا في الفيديوهات بس قلت ابدأ ارجع اعمل حاجة مكنش عملتها قبل كده وهي الكوسترات او ببساطة مش مركزة فيها شوية هنعمل ايه النهاردة هنعمل بخيوط المكرامية تقدروا تستغلوا فيها خيوط المكرامية الباقي عندكم سواء مكرامية رفيعة او تخيينة احنا الادوات اللي هنحتاجها مش هنحتاج يعتبر ادوات فاق زي بقية الحاجة تم استخدم اوايط و بالخيطوم قص وممكن مظهورة علشان تقيسوا بيها الامطار اللي هنقصها ولو انتو عندكم حاجة تقيسوا عليها مثلا مكتب او حاجة طويلة ممكن تقيسوا عليها كل الحكاية ان احنا هنبدأ نقص خيوط ويعني انا شفت صراحة ده في فيديو انا صراحة ما بشتغلش في مكرامية ولا حاجة بس عجبني الفيديو لقيت الموضوع انه سهل جدا وبرا بيحبوه جدا بيقرره كتير فحبيت ان انا اعمله كل اللي هنعمله الاول هنحط الاساس بتاعنا الاساس بتاعنا هنخليه بما ان هنعمل كستر صغير هنخليه اتنين متر طبعا هقولكو برضو احنا بنخلص عرض الكستر ده قد ايه عشان بعد كده لو حابين انه هيبقى كستر اكبر من كده هنزود فطول الاساس بتاعنا اللي هو المترين ده اول خيط انا قصته مترين عشان ده اللي هنشتغل عليها وبعد كده هقص خيوط كمان هنقص خمس وحدات هيبقى طولهم متر خمس خيوط طولهم متر نقص هون كده معيكو ادي كده واحد وهدي كده متر كمان ادي اتنين وانا اسم المتر بالنص هوريكو ليه عشان هو احنا مع الشغل وهدي كده ثلاثة وهو اوص الرابع كمان وهو هنعمل واحدة خمس يبقى كل اللي هنبدأ بيه خمس خيوط طولهم متر وخيط واحد لطوله مترين علشان مترين ليه علشان ده اللي هنلف عليه الشغل كده نراجع مع بعض ادي خمس تمام هحاول يعني ان انا وصلها لكم بصورة بسيطة ان شاء الله ان شاء الله توصلكم وتلاقوها سهلة وعيت اقول لكم ان اول مرة اصلا اجربها معاكم كده يعني انا ما اجربتش ان انا اعمل واحد قبل الفيديو ولا اي حاجة انا شفت الطريقة وكررت ان انا اجرب على طول ولقيت الدنيا باش اتمهاي وقمت ومكملة تصوير الفيديو وتلعت النتيجة زي ما هوريها لكم في الاخر اتمنى يا رب ان ايها تعجبكو او زي ما شفتوها على اول الفيديو هنحط الخيط اللي هو مترين اللي زي ما قلت لكم ده اساس الشغل بتاعي واجيب الخيط اللي احنا قلنين هو متر اسماب النص بالشكل ده ودخله تحت الخيط المتري تمام شايفين اهو الخيط الطويل قدام يفوق والقصير اللي هو متر تحت وهدخل الطرفين من الجزء ده كاني بعمل عقدة بالزبط وحاول بقية اضيقها شوية وهنضيق اكتر من كده كمان لما نثبت الخيط ونقجر مع بعض تاني في الاربع خيوط البقية نجيب اقسمها بالنص ودخل كده الحلقة دي من ناحية دي والطرف معايا في ايدي ناحية 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 الكاميرا هو هجيب الطرف من فوق ادخله من فوق في الدايرة دي علشان ان انا اعمل عقدة بالشكل ده وابدع دي العقدة واحدة واحدة واخليها جنب الاولانية اقرر دايما كل حية قدامكم لانه هو الموضوع بس يعني احنا لو ضبطنا البداية وضبطوا بعد كده طريقة العقد اللي احنا هنعملها خلاص الموضوع صحيح ادي كده تالت خيط ادخله من تحت وادخل الطرف من الحلقة واشده عشان اعمل عقدة وكده يبقى ديه تالت واحدة هنجيب الرابعة هنعملها بنفس الطريقة ادخل الطرف من الحلقة واشده اعمل عقدة وكده يبقى باقي معي الخيط الخامس هقسم برد نصين واجيبه وادخل الطرف ويبقى كده ازبطنا خلاص او سبتنا اول خمس خيوط وانا بقول اول خمس خيوط لان احنا هنضيف خيوط بعد كده بس اركزوا معي في بقية الفيديو عشان تعرفوا احنا ممكن نضيفهم ازاي او امتى او فين هشد بقى الخيط معي كده احاول ان انا اضايقه بقى شوية وقرب الحلقات من بعضها بالشكل ده تمام انا كده بقى قريبين من بعض اهو وعندي الحلقة دي او انا قصدت ان انا سايبها ليه علشان عامل زي عقدة كده هدخل الطرف الخيط منها او تاني او الحلقة والخيط معي الطرف التاني هدخله من هنا واسحابه بالشكل ده كاني كنت بعمل زي في كورشي كده زي ما بنعمل الحلقة السحرية وبعمل جواه غرز وابدأ اشد طرف الخيط اي نفس الفكرة اهو ابدأ اضمه واحدة واحدة كده لحد ما تداي رأيه تتقفل معي قدر الامكان وفي نفس الوقت بشد برضو طروف الخيوط التانية علشان مفيش حاجة توسع مني او تبقى حلقة واسعة عن التاني انا كده دايقتها هو اقدم مقدر كده واخلي كل طروف الخيوط اللي احنا دخلنا اي او اللي احنا دفناه لهم الخمس خيوط اضفهم اخليهم لورا هو ومعي الخيط اللي انا اشتغلت عليه وعملت بيه لحلقة السحرية هسبت اخلي معي واحدة وهرجع واحدة لورا هتبقى مع الشغل معي ملحوظة هنا يعني انا اكتشفتها بعد كده ان ممكن الماترين اللي احنا زبطناهم ان انا اخلي الطول الازياد عقفة يعني ان انا اتنيها من الشرطة بالنص اتنيها التلتين والتلت لان التلتين ده اللي انا هشتغل عليه وهوريكم الوازن او هنبدأ ناخد كده كأن الخيوط دي معي ورا هي وهبدأ خيط خيط اخده اسحابه تحت الخيطة الاساسية اللي احنا سبناها يعني دايما نركز مع بعض انا سبت الخيط اللي احنا اشتغلنا عليه او اللي احنا بدأنا نبروم عليه او الكلام ده دي اللي هنبدأ انشاء عليه انا بسحبت الخيط من تحتها وبعدين رجعت اعملت الدايرة دي من فوق حطيتها تاني من فوق اسحبتها من تحت وحطها من فوق كأنه عامله رقم تسعة كده واسحب الخيط من جوه كأنه بقعد عقدة بس بركز على الدايرة بتاعة العقدة دي النهاية دي اللي هتعمل معي الشكل بصباعي كده بداخلها عشان تيجي ورا الحلقة اللي قبلها تمام؟ وما زال انا عندي الخيط تحت اجيبه الفوق تاني اعمل زي حرف تسعة او رقم تسعة اهو واسحب الخيط اعمل عقدة تانية وزق على العقدة اللي فاتت شايفيني الحركة دي هي دي اللي بتعمل عادي منظر او دوران اللي احنا شايفينه اللي غرزة تبقى متدورة كده هنقرر تاني الخيط اللي بعده هسحبه من تحت الخيطة الاساسية بتاعتي اطلعه فوق تاني اعمل رقم تسعة تسعة بالشكل بشوية وبعمل العقدة واتخر بسبوعي بالشكل ده عشان تبقى ورا الحلقة اللي بعدها وبنفس الخيط برجع اعمله تاني اهو بعمل غرزة تانية يبقى انا كل خيط بستخدمه ايه تلاحظوا هين هي بتبقى برضو العقدة نازلة لتحت فكايني جايبها من تحت بسحب داني وعمل العقدة التانية وتاخيرها جنب اللي بعدها حركة الحركة اللي بعملها بسبوعي دي اهم حيكة انها تبقى عقد ورا بعضها ونركز ان كل خيط انا بشتغل به مرتين طيب المفروض تدور على الخيط ده بس لو تلاحظوا كده شايفين المسافة بقت قد ايه وهوريكو برضو لما هنعقد هيجي المنظر ازداد المنظر مش جايك انا بعقد عقدة عادية لان المساحة واسعة قوي كبيرة احنا هنعمل ايه هنعمل ان احنا هنبدأ نضيف خيط احنا هنبدأ نضيف خيط لان هنا مساحة واسعة والخيط بعيد جدا وانا بدأت اكبر بالدايرة بتاعتي فطبيعا انه مش هيبقى متواسن متساوي يعني مع بعض فهضيف خيط كمان هضيفه على طول اخر خيط انا برمى بيه او عقدة بيه هاجيب كده الخيط وهقص على طول دي مرتين يعني هشوفه الطول وضعفه عشان زي ما احنا متعودين الوقت يهوت احنا بنشتغل دايما ان انا باتني الخيط عشان يبقى اعمل بيه وادخل فيه اعمل العقدة وهزود حتة زيادة كمان بسيطة وهضيفه على الخيط الاساسي بتاعي بالشكل ده نوع من نفس العقدة اللي كنا بنعملها اول مرة ونشد بالراحة ونخلي ان الحلقات كلها تبقى جنبه بعد فكده انا لما زودتها وفي نفس الوقت اتخذ الخيط معي عشان اكمل الدوران هتلاقوها عملة الدوران اولغت شوية من المساحة الفاضية اللي كان موجود بالشكل ده اقرب لكم بس شوية كده خلاص انا يعني اكلت من المساحة او الفراغ اللي كان موجود وكده ابدأ اشتغل بقى على الخيط اللي كان عليه الدور عادي هتلاقوها يدوم معي بقى عادي والغرزة هتتعمل قريبا عادي بالشكل ده واقود بقى العقدة بتاعتي الاقي الدوران بقى اجي معي ومفيش مساحة كبيرة ولا حاجة واكمل زي ما احنا متعودين ان الخيط الواحد بعمل بيه عقدتين بالشكل ده واركز وانا بعمل الخيوط ان انا نكون ساحبه الدورانات كويس شد الخيط علشان ما يبقاش فيه عندي مساحات كبيرة وكل ما لاقي ان المساحة بدأت تزيد عندي هبدأ ازود خيط تاني او نفس الحركة حصلت تاني يبقى انا افك دي وابدأ ازود خيط كمان وبرده بزوده على ايه على طول اخر خيط انا كنت اشغال علي على طوله بعمله على نفس الطول واضعفه علشان اقسم الخيط نصي او اقررها برده اقصق حوالي سحمة عربيات وتزمير وكده اتمنى ان ما يكونش اواصل لكم في الفيديو بس ان انا بحاول اعمل كل حاجة قدامكم يعني خطوة خطوة اواصل قوي ككلام يكون واصل لكم من عن طريق الصورة بالشكل ده كده اقوم شد الخيط عشان الدنيا تضم معي وابدأ اكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما وصل ليه حجم الكوستر اللي انا عايزاه كل ما مكانها مزبوط نسبك بالدائرة الثانية وهكذا ويكون شد الخيط معي لو انا عايزها لها تكون مشدودة بس مش مش شد جامد علشان تفضل دائرة الكوستر مفروضة معي ما تقواص مني وهواليكو برضو كل ما هيقابني ملحوظات هواليها لكو انا شغال في هنا ملحوظة يعني عايزة برضو اوطحها لكم هنا بدأت لو تلاحظوا بدأت الدائرة تفتح معي شوية يعني هتلاقوا فيه فرق ما بين الدور ده والدور اللي قابليه شوية فهنركز ان احنا كل ما بنرتفع دور الخيط اللي احنا الاساسي اللي احنا شغالينا عمق عليه نبدأ نشده ونضمه شوية علشان ايه ان بس ابقى الكوستر مضموم على بعضه ما يبقاش فيه مساحات كبيرة ما بين الحلقات ولو ان كده كده لما هنزود الدوائر هتلاقوا فيه فرق ما بين كل دايرة بس مش عايزين ان يبقى بزيادة وفي نفس الوقت مش شدش الخيط لحد ما انه الكوستر يبقى مضموم او يبرم معي الفوق فما يبقاش معامل ما ينفعش ان احنا نستخدمه بس يعني اللي هو بنشد بس الخيط حاجة بسيطة زي ما انتو شايفين كده حيث ان انا تبقى مفروضة قداني وفي نفس الوقت مفيش حاجة مرهرة او واسعة بزيادة وابدأ اكمل برضو بنفس الطريقة وشغالة بنفس الليمت برضو اللي احنا قلنا عليه لحد ان انا بقيس على اخر خيط بقيس عليه وضاعف الخيط واقصه واملق اي فراغ بيظهر معي وكل ما بنزود فنزود خيط فهو ده اللي هيقدي للشكل بتاعنا في الاخر ان يبقى معي خيط كتير جدا حوالينا الدايرة اقدر اعمل تظبط الشراشيب اللي هي بتظهر دي وهواريك وهنزبطها ازاي وسهلة جدا جدا برضو علشان لو حبيتوا تعملوا بيها اي فكرة ونشغالين من نفس الطريقة اكمل على طول اعتقد بالتكرار كده اعتقد الموضوع بأس بس يعني الى حد كبير السهل وباين معيكم وزي بيقول لكم والله دي اول مرة اعملها اول مرة حرفيا وانا عملتها وصورة على طول يعني انت هتشوفوها بكل شكلها بكل عيوب لو فيها زاير العيوب بكل حاجة هبدأ ازود بقى لحد موصل لحجم اللي انا عايزة وصلت كده للمت اللي انا عايزة او الحجم اللي انا عايزة كنت بشد دائما الطرف معي فالدائرة مفتوحة بس انا مش شديها بالزيادة علشان كده هتلاقوها مش مبرومة وها قد عقدتين او لو عايزين نزود عقدة ثلاثة مش مشكلة بالشكل ده انتم شايفين بقى متكون حوالها خيوت كتير 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 حوالي بس ازبط العقدة تبقى في نفس اتجاه ودورون الدايرة بتاعتي بقى عندي سلسلة من الخيوط هنبدأ نقص ايه الاطوال الزيادة عندي واسيب برضو طول معي علشان اقدر ان انا افتح الخيوط دي وهواركو هنفتحها ازاي بادينا بس هاقص شوية واخلي شوية مع الدايرة بتاعتي بالشكل ده وابدأ بقى فتح الخيوط دي كده واحدة واحدة كده كده خيوط مبرومة على بعضها فهبدأ اشدها من بعضها وفتحها وبعد كده هنجيب مشت بسيط او فرشة يكونوا مش بتستخدموها وارسة حاجة نقدر ان احنا نفرد بيها الخيط ده علشان نبدأ نعمل الشرشيب بتاعتنا فهكمل بنفس الطريقة كده وفك الدايرة كلها وده كمان بيخلي يعني النقطة دي كمان بتساعد على ان كده كده العقد والحاجات اللي احنا عاملينها او شغل المقامية بتاعنا هو كده قردي مش هيفوك لان قردي الخيط كله هيبق مفقوق فالعقد مش هتتفاكل من بعضها اللي احنا كنش شغلناها طول الدوران بتاعنا شايفين هون الخيطة دي احنا عايزين بقى نفكها كده هنفكها بي الفرشة بس بعد ما كنت فردت كله يعني الخيط من بعضه كله انا كده فردت وكنت بتاعتنا شرط شوية ده مش عادي او عايزين فرشة عشان تبقى أسرع برحيتكو حسب المتاح معاكم مجرد بسم الفكيط والخيط هتعمله بيها هتلاقوا الموضوع صحيح لخالص هفرد هفرد كل الخيط معايا بنفس الطريقة وبعد كده هقصه على الطول اللي انا عايزين ما يفضل كمان بعد ما نقصه لو في كمان مكوى نحن نرش الخيط ده ونكوين قبل ما تقصه او بعد ما تقصه لو حبيه ان تبقى يترش مياه و تتكاوه عشان تبقى مفروضة اكترش وهو ده شغالة كده لحد ما تأكد ان الخيط معايا كله اتفرد بقى زي الشعر ده كده اللي وصل الشكل معايا خلاص وهبدأ اقص الزيادة اللي انا عايزاها او اشوف ان انا ابقى عاملة بالطول اللي انا عايزاها وكده عايز اقول لكم ان طول الكوستج من جوا من غير الشرشيب ده حوالي اثناشر سنتي وبالشراشيب كده انا كنت سايبة طول الشرشيب على الاطراف حوالي ثلاثة ونصف سنتي اعتبر او داخل في الاربعة سنتي يعني بنتكلم انه عرض الكوستج كامل بالشرشيب من بره لحد جوا حوالي كان عشرين سنتي وهنضبط بس الاطراف معانا لشان تلقى خلاص جاهزة كده للاستخدام انا بحب شوية نية تبقى هايشة وعايدين ان الشكل يكون مستقيم شوية او اي هادي مش هايش ده الشكل من وراء ومن قدام انا بحب الشكل ما يبقى هايش ان احنا هنرشها بالمية وهنكويها بالمكوى خاصة كمان لو كانت حاسين ان دايرة ضمت معيك ولا حاجة وده كده الشكل نهائي اعتقد الطريقة سهلا قوي صراحة انا لقيتها موضوع واضح فقلت ان انا اجربه ولقيت شكلها قويس جدا وزي ما قلتلكم بقى هي ملحوظة ان الخيط الاولاني الاساس اللي احنا بنشتغل عليه انتوا لو عايزين انه يبقى الموضوع اطول من كده احنا كان المتر يعني الامتار او الخامسة متر اللي احنا كنا قصنهم فرضاني عشان نزود عليهم ده اللي عملوا معنا الكوستر ده وكان باقي اقل ان احنا نزود كمان لكن بالنسبة للخيط اللي هو طوله مترين كان يعتبر يدوب فلو عايزين ان الكوستر يكون اكبر من كده هنزود طبعا في الاطوال وخاصة الخيط الوان مترين ده هنزوده في الطول كده الشكل النهائي معي وزي ما شايفين هو اياه فيها الطريون مضمتش الجوا ولا حاجة وفي ناس الوقت مفروضة معي اتمنى انها تكون عجبتكم واتمنى ان انا قدرت اوصل لكم بطريقة بسيطة عشان في ناس بتستقل شوية شغل المكرمية ده وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو وعشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله وهتلاقوا فيديوهات كتير لاشكال وشنط وحاجات كورشي كتير واللي بيحب الخرس هيلقوا كمان حاجات يحبوها نور 2